تواصل القوات الجوية بتعاون مع الأردن تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العادلة لسكان القطاع تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة نفذت القوات الجوية المصرية خلال أيام عيد الفطر المبارك الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والتي شملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها السكان جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يأتي ذلك تزامنا مع الجهود والمساعي المصرية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح البري والتعاون والتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة